لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تشغطية هاد المباراة النهائية والرغم الامطار لنزلات سباح هاد اليوم بمدينة دار بيداء فالجمهور حج بكثرة ممكننا نقدر الجمهور لحج الى المركب الرياضي محمد الخاميس بحوالي 45 الف متفرج كلها الى المركب الرياضي محمد الخاميس لتتبوح هاد اللقاء محبي فريق الرجاء البيضوي هناك ايضا محبي فريق ميت وهران اللي جاءوا في حافلات خاصة وعندهم جنح خاص خصص لهم هنا بالمركب الرياضي اللي تتبوح تياط بالنسبة لفريق ميت وهران اللي الآن في صورة الكارية هناك ايضا تكمل رقم 12 رقم 12 العربي رقم 14 بورس أن أعطيت الانطلاقة والانطلاقة كانت لفريق مولودية وهران قد فات الزاوية خطيرة جدا من رقم 2 ورقم 11 وحاولة خطيرة ولكن الحارس برعه رقم 11 مزيان ولدي بطولة افريقيا للاندية البطلة الزاوية التالية صباح ولا غيقداف قداف وبدون خطورة على مرمى الحارس أي بطالة جديد احتياجني الفريق الرجاء البيضوي انت بعيدة شيء المعلى الصديقي باللومي باللومي ضعت للكورا ويندار شفاويلي حسن قادر تدخل المتاز لعب مصطفى كل مصطفى والصيب في الدفاع المحاولة ولكن بعيدة شيء المعلى عبد الرحيم بن حليمة عبد الرحيم فوزي ممتاز فوزي تجاه عبد الرحيم أيضا ممتاز ولكن ما تمكنش من مراوغات الباح قد فادي مواقوية من خليد أو عفوا من صديقي من صديقي تشاهدو الآن كاد أن يفاجئ الحارس بركان صديقي عن لد فريق الرجاء بداوي بن حليمة شريف الوزني خطيرة جدا بن يوسف بن لومي بن لومي قدف كورا أرضية والحارس والعاردة وتترجع لعند الحارس عيد صالح محبي فريق القدفة القوية خصنوا أن الأرض مبللة قدفة قوية أرضية تمكن الحارس سورا تنزل وراء التمرر باللومي مولي تهران بالطبيب بالفرق صديقي صديقي خالد خالد تمرر طويلة ولكن فقط جد سليف 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 ممتازة لماديح لكان طرق الجاليو ولكن كانت مضايقا ثم كان في وضع صعيب عليه خصنوا أن الحارس كان عمر لا بغير عمر لول فورصة حقيقية لفريق الرجاء البيضوي لاعب صوير تلعب في الدفاع بجانب حسن عند فوسي فوسي تخل معطاراك والحارس أيد صالح خطير هذه المحاولة تدخل فوسي عند مديح مديح تجاه سليف سليف تجاه عبد الرحيم ما شيف وضع تسلول يا سلام يا سلام محاولة بتوعوك لاحظوا الإعادة كانت كانت تكون إصابة جميلة تم لمحاولة ولكن ما كانش محدود عبد الرحيم لأنه بحط طريقة دكية تسلم كورا من عند سليف غين فتشار وزرف عبد الرحيم ربما كما كانش نستعد باش يتابع اللقاء خاصة بعد أسبوع من المرض من الفراش بدأني أعطيت الانطلاق الآن زرف زرف حاولة ممتازة ولدمو ولكن تدخل أحد تفادي زاوية ولكن تدخل بن حليمة دائما نقول عن فريق الرجاق تفاقوية وضربة مرمى في جولة الثانية وضربة مرمى وضربة مرمى وضربة مرمى وضربة مرمى واحد للصفر لصالح فريق الرجاق البيضوي بدنشاهدوا إعادة من جديد باللومي يبتاج الحكام ما يحتج خطفت الزاوية الزلاب الرأس أفاقد خليد من الجولة التامية إصابة هديجة في الدقة السادسة تخرج شبك وضح في الصورة نحن نحن نتوح نحن نتوح نحن نتوح يبتاج الوحد السفر الناس الفريق ميتو هران تكتج عن الحكام من جديد الإعادة خليد بالرأس ثم مجمع من العناصر من بينهم الساليف الحاريس أيضا بركان الآن هي الدخلة جوزت للشرق للأهداف أول حكم كان تجه إلى وسط الميدان مش إلى إصابة لأنه بدقة الآن تريد أن تريد أن تريد تريد لو لدمو مشاهدته تبعناش واشكاش إندار آخر على قيمة لما كنا نتبعين لعمل يدي الإعداء بالعرض البطئ حكم في حديث حكم الشرط الثاني اللي هو جيبري صديقي وباللومي والحكم الوساط لكن ربما الحديد تراجح حول الكرة واشجوزت الخط أملا إذن تجاوزت الخط هذه أفشحة مشخدها هذا الوقت أملا مرفزة واضحة للشريف الوزاني اللي قدف كرة بسباح قداف وأيد صالح بكل سهول ولدمو ما تنخيش من القرى ولكن دائما عند فريق الرجاء ولدمو من جديد عند سالف سالف خلادست عند خالد خالد قداف كرة أرضية ولكن تسكر سهولات يدخل بركان مفد الخطأ محاولة ممتازة ولكن تتنشي محادية جديد أتلاحظ ضار بها اللعب صديقي ولكن تتنشي محادية للعمود الأيصر مديح مديح صديقي صديقي الفكرة كانت ممتازة ولكن ما وصلتش عند الزراف لقدك وراء الآن عند قدفة قوية ولكن من مديح باليسرى ذاك هذا تتشاهدوا الآن وليكن قدف شي مديح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر